قام مكتب تحريات المنطقة الغربية بمدينة السبرات خلال الشهرين الماضيين بتحرير أكثر من عشرين قضية تتعلق بضبط مواد مخدراتنا كالحشيش وحبوب الهلوسة المختلفة الأنواع مكتب تحريات المنطقة الغربية لدار العام لمكافحة المخدرات طبعا هذه عينة من الجهود الضبطيات التي قاموا بها أعضاء تحريات والقبض بالتابعين لمكتب تحريات المنطقة الغربية خلال المدة القليلة الماضية طبعا قضايا مختلفة الأنواع والأشكال فيما يخص حبوب الهلوسة كذلك قضايا المخدرات نوع الحشيش الكمية المضبوطة سيتم إتلفها خلال الأيام القادمة بحضور أعضاء من مركز البحوث والخبرة القضائية ونيابة مكافحة المخدرات الزاوية طبعا تم في الصابق ضبط كميات أكبر من هذه الكميات وتم اعدامها على مرحلتين هذه طبعا عينة خلال شهر ونصف فات وتم ضبط طبعا في الصابق حتى كمية كبيرة من الخمور وتم اعدامها بالتنصيق مع نيابة مكافحة للمخدرات جهودنا تبذل فتشكر من قبل القائمين على جهاز التحريات بالمنطقة الغربية لدورهم في الحفاظ على زحة المواطن والقبض على المجرمين والمتاجرين بعقول الشباب بهذه الأفات